موسيقى صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد أحد واحد وتظهر طلائع العظام المتكسرة على الأرض الانتخابية في بيروت والبقاع وتجري البلديات امتحان النيات لتصدر نتائج التحالف السياسي القواتي العوني في معراب من جهة ومدى تأثير الصوت الصامت في بيروت من جهة ثانية أما على مستوى اختبار الأرض الحمراء في الأول من أيار عيد العمال العالمي فلم يكن الشارع غريبا على حن غريب الأمين العام للحزب الشيوعي ورفيق الدروب والتظاهرات وصديق المنابر فكانت المناسبة شربة مي لرجل شهد الشارع على صعيد نجمه لكنه اليوم أو أمس قاد تظاهرة حزبية بعد أن تغلبت عليه حيتان المال في التظاهرات النقابية وبجمهور الزعيم خرج وليد جملاط إلى شارع اشتراكي في العيد نفسه وأيضا بمناسبة عيد تأسيس الحزب التقدمي وبدى جملاط متأثرا بميشيل عون في عملية التغيير والإصلاح فهو دعا إلى تغيير في حزبه على مستوى القيادات الوسطى والعليا ولربما في الرئاسة لكن العملية لن تكون سهلة في ظل سياسة التوريث كلام أبو تيمور حزبيا لا يضاهيه إلا خطابه البلدي فهو الذي دعم وجدانيا لائحة بيروت مدينة للنخب البيروتية وجد نفسه أمام وصايا يعطيها لبلدية البيرتي التي يدعمها سعد الحريري والأحزاب موجها عنايته إلى رئيسها جمال عيتاني بالدعوة إلى الحفاظ على بيروت كما هي وتلك عبارة لا تختلف عن شعار زي ما هي الشهير لسيما إذا ما بقي أداء البلدي الحالي كما هو وأورث مواهبه في عمليات بيع وشراء العقارات وصطوا على الشواطئ جملات الذي حصل حقوق المدينة تفرغ لمناصرة بقية المدن وبينها حلب القابعة تحت النار منذ تسعة أيام غير أن المسئوليات ما تزالوا غير واضحة وسط معلومات تشير إلى تباعة تقع على طرفي المعارضة المسلحة والنظام معا إذن أمام مبنى الأسكوا شارك رئيس التقدمي الاشتراكي في وقفة تضامنية مع مدينة حلب وما يتعرض له المدنيون هناك وقد شاركته الاعتصام زوجته السيدة نورة جملاط والوزير غازي العريدي وعدد من النشطة ورفعوا لافتات كلنا حلب وملك البراميل وتحت عنوان جيش الحر للأبد داعش داعش والأسد كان شبان يهتفون ضد إبادات حلب جملاط أعلن في احتفال حزبي أنه آن الأوان لحركة تغيير بالقيادات الوسطى والعليا وربما برئاسات الحزب اعتبر النائب وليد جملاط في الاحتفال الذي نظمته وكالة الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي في وطن مصيدبي بمناسبة عيد العمال والذكرى 67 للتأسيس الحزب إلى أننا لا نستطيع أن نبقى في هذه الحالة من الجهود وعملنا كل جهد من أجل الوحدة الوطنية وتدوير الزوايا لا بد من إطلالة جديدة لا بد من حركة تغيير في الحزب قالنا الأوان لندخل في حركة تغيير في الحزب في القيادات الوسطية في القيادات العليا ربما في رئاسة الحزب من أجل الاستمرار والتمسك بالبرنامج المرحلي للحركة الوطنية وبالمطالب الشعبية والوطنية والمطلبية المحقة ودع جملاط في حضور المرشح لرئاسة البلدية في بيروت جمال عيتاني إلى المحافظة على المدينة كما هي وعلى أهلها وعلى التنوع بعيدا عن شبح التهجير الحزب الشيوعي لبناني ينظم مسيرة عيد العمال الرايات الحمر ملأة الساحة قبل الواحد من أيار عام 2016 ليس كما بعده عيد العمال هذا العام بدى مختلفا الأعلام الحمراء التي تزين المناسبة في كل عام هي نفسها على أن ازديادها وتكاثرها بالمقارنة مع المسيرات السابقة التي نظمها الحزب الشيوعي بدى لافتا حيبك يا أول أيار عيد العمال الأحرار رصت الصفوف على وقع الأنشيد الثورية والأغاني الوطنية وانطلقت المسيرة من الكولا بالقرب من نصب الشهيد جورج حاوي على أن ضابط الإقاع هذه المرة كان غريبا فحن غريب الذي لم يفوت عيد أيار مشى اليوم أمينا عاما للحزب قاد الشيوعيين واللقاء التشاولي النقابي وعدد من الجمعيات والعمال الأجانب المسيرة وصلت إلى ساحة رياض الصلح ليلقي غريب الذي لطالما خطب نقابيا كلمة الحزب أمينا عاما هو العهد هو الوعد ترفعه كبطاطنا كلنا نرفعها عاليا إنما قبل الأول من أيار إنما قبل الأول من أيار عاما الفهر وستاش لن يكون لن يكون كما بعده إنه حاجز الحسم إنه حاجز للإندفاع نحو النضال نحو النضال نحو النضال لشنا من حزب الإقطاع ولا من حزب الوراشة نحن حزب ينتج قادته نتابع المسيرة نتابع المسيرة من أجل بناء دولة دولة مدنية علمانية ديمقراطية دولة مقاومة ودولة للرعاية الاجتماعية يخوض حزبنا الانتخابات البلدية على أساس سياسي وعلى أساس تنموي في المدن الرئيسية وفي البلد البلدة كافة مسيرة الشيوعي في عيد العمال هذا العام بدت أكثر حيوية عن سابقاتها اختلاف دفع العديد إلى القول أن الأحمر عاد إلى الساحة آدم شمس الدين قناة الجديد اللبنانيون يعيدون على الطرقات فزحمة طريق الكازينو تضاعفت نتيجة الأشغال المستمرة حتى ثلاثاء المقبل تعد زحمة السير من يوميات المواطن اللبناني إذ يعاني كل من يسلك الطريق العام في جوني كرب الكازينو زحمة خانقة جراء أعمال الصيانة وراء الجسر رجع للزاملة زيت الشخص تعطير الله ساعد دولتي وساعدنا بيستاهلوا يعدوا أكثر من هكا عمالوا عم بيزبطوا شوي الجسر شي ساعتين تعرف اللي في عجلة؟ لا عم بيساعدوا الجسر تتدخل القوى الأمنية لدى المتعاهد لتحريك عجلة السير إلا أن مدير الشركة المتعاهدة يجد أن الزحمة أهون بكثير من وقوع حادث بسبب الحفر بصراحة جسر عليه مسلكين سيارتين بيقطعوا حاد بعض عم نضطر بوقت يضغط علينا لتضغط علينا الكوى الأمنية نحط بودرة لنفتح الطريق هذا الشي عم بيرجع يأخذ وقت من وقت شغلنا المفروض نكون عم نخلصها العملية التركيب لتنظيف الطريق ونرجع عن أول وجديد نكمل شغلنا فشغلة ما نهاينة بدى وقتها بس بآخر النهار اللي عم نعملوا لنمنع الحوادس تصير بسبب هالجوار اللي كانت موجودة تؤدي الشركة عملها بحسب القيمين عليها والمواطن اللبناني يدفع ضريبة كل تلزيم لصيانة الطرقات إذ إن دولتنا الزفت تحرم مواطنيها زفتا خاليا من الحفر وفي العالم كيف احتفل العمال بعيدهم كما في لبنان كذلك في العالم وإن على صعيد أوسع وأكبر نظم اتحاد النقابات الروسية في عيد العمال مظاهرات في مائة وسبعة مدن وبلدات في كل إنحاء البلاد بمشاركة أكثر من مليوني شخص تحت شعارات ضد ارتفاع الأسعار والدرائب فشارة تظاهرات النقابات في موسكو في الساحة الحمراء شارك فيها أكثر من مائة ألف شخص أما في تركيا فالمشهد كان أكثر دراماتيكيا فقد انتشر نحو 25 ألف شرطي إسطنبول ووضعت الحواجز في العديد من الشوارع قبيل بدء مظاهرات عيد العمال التي تخللها مواجهات بين ناشطين معارضين للسلطة وقوات الأمن فقد ذكرت الشرطة أن شوارع عديدة تؤدي إلى ساحة تقسيم الشهيرة التي شهدت عام 2013 أكبر التظاهرات ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في السنوات الأخيرة تم إغلاقها كما تم إغلاق محطة المترو في ساحة تقسيم ومخرج محطة سيشان في شارع الاستقلال وطالبت النقابات كل عام بتمكينها من الوصول إلى الساحة لإحياء ذكر ضحايا أول أيار عام 77 حين أطلق مجهولون النار في الساحة وقتلوا أربعة وثلاثين شخصا كان إيس بيروت وطرابلس تحتفل بأحد الفصح والراعي يتمنى مع حلول الشهر المريمي الارتقاء بالقيام والأخلاق لمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي احتفلت الكنائس في مختلف المناطق اللبنانية بأحد الفصح في بيروت ترأس متروبوليد بيروت وتوابعها للروم الأرثوذوكس المطران الياس عودي خدمة الهجم وقداس الفصح في كتدريئة القديس جاورجيوس بحضور حشد سياسي وبلدي واجتماعي نحن بحاجة إلى استقرار سياسي من أجل تجاوز الأزمات الاقتصادية والمعيشية والأمنية حفظ الله رجال الأمن انتخاب رئيس للجمهورية أولى الخطوات على طريق الاستقرار حان الوقت لكي يرجع المسؤولون إلى ضمائرهم والاهتمام بوطنهم ومصيره وعدم استرهانه لمصالح خارجية أو فئوية التهامل وغض النظر يعيقان فرض الهيبة والقانون ومن أراد فرض التزام القوانين والعنظمة عليه هو أن يلتزمها أولاً وللمناسبة المجيدة ترأس متروبوليت ترابلوس والكورة وتوابعهما للروم الأرتودوكس المطران أفريام كرياكوس قد سعيد الفصح في كنيسة مارجا ورجوس في ترابلوس آملاً أن يعمى سلام القيامة على لبنان والمنطقة والعالم ولمناسبة بدء الشهر المريمي ترأس البطريارك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي قد سعيد سيدة لبنان في بازليك سيدة لبنان في حريصة حيث أشدد على ضرورة الارتقاء بالقيم والأخلاق في ظل انتشار الفساد وتفشيه من أخضر ما يتهدد المجتمع المرنان اليوم هو الفساد المتفشي في المؤسسات والظاهر في التصرفات والعلاقات بين الناس وفي التطرف والغلبين ولفت الرعي إلى أنه من المؤلم أن نرى حالة الحرمان التي تتفاقم جراء إهمال المسؤولين في الدولة واجب النهوض بالاقتصاد الوطني بكل قطاعاته منذ ثماني سنوات ولا تعديل جديد على قانون الانتخابات البلدية فما هي المقترحات؟ تقرير راشال كرم مع اكتراب كل استحقاق انتخابي تعلو أصوات الجمعيات التي تعنى بالديمقراطية الانتخابات علها تتمكن من تحسين شروط الانتخاب ومن ثم تحسين التمثيل الشعبي فبعد ادخال التعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب عام 2008 بينها على سبيل المثال استخدام الصندوق الشفاف بدلا من الخشبي لم يجي تعديل أي من المواد المقترحة سابقا ونحن من هداك الوقت نحن مستمرين بالضغط لأدخال إصلاحات انتخابية أساسية على القانون الانتخابي بذكر منها الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات وعندنا كذلك الأمر اقتراع في مكان السكن والإقامة بالإضافة لهذا شيء عندنا خفض سن الترشح والاقتراع اقتراع على 18 سنة وسن الترشح للـ 22 سنة بالإضافة لهذا شيء في عندنا ضمان سريط الاقتراع والبطاقة المطبوعة سلف طبيعا للحال وهنا لدينا تنزيم الإنفاق الانتخابي و malaعلان을 الاعلان والانتخابيين كذلك الأمر لدينا تحديد آليات الاقتراع على زوية الاحتياجات الإضافية هلأ بعدنا قادرين اللحاخانة للإنتخابات بلدية؟ قادرين اللحاخانة للإنتخابات بلدية بس مش مرتبطة بالإصلاح نحن هلأ وصلين على إنتخابات بلدية بس للإصلاح بذكر الوقت صار متأخر لأدخير الإصلاحات على القانون الانتخابي ليه لأنه بدنا مجلس نواب؟ بدنا مجلس نواب والحديث هلأ من الواضح أنه النية موجودة عند الطبقة السياسية وليه ما قدرته تضغطه من قبل؟ بمرحلة معينة نحن لقينا حالنا أمام أنه الاستحقاق الديمقراطي تير بفرد مرة كنا عم نحكي بإصلاحات لأدخالها على القانون الانتخابي فجأة صلنا أمام مواقع بتمديد ونسف العملية الديمقراطية فصار همنا هو التشديد على إجراء الانتخابات واحترام المهل الدستورية وإذا ما اخترنا مدة خفض سن الاقتراع لكونها الأكثر تأثيرا في المشهد الانتخابي قياسا على الدول العربية الأخرى يتضح أن السودان هو البلد الوحيد الذي يقترع فيه المواطنون ما فوق السابعة عشر من العمر وأن عشر دول يقترع فيها من هم ما فوق ثمانية عشر بينهم مصر والعراق وليبيا وفلسطين وقطر وسوريا بينما في البحرين فقط ينتخب من هم ما فوق العشرين عاما ليكون في لبنان والسعودية والكويت وحدها سن الاقتراع واحدا وعشرين متى تتغير القوانين الانتخابية لمصطحة تمثيل أفضل يكون رهنا بإرادة جدة بعيدا من مصالح المشرعين رشال كرم قناة الجديد بعد الفاصل عدالة تونس إلى العالم ضد جرائم إسرائيل أهلا بكم من جديد منتدى العدالة من أجل فلسطين يجمع العربة في تونس ويفند محاكمة إسرائيل في الجنائية الدولية صدر عن الملتقى العربي والدولي الثاني لمنتدى العدالة من أجل فلسطين الذي عقد في العاصمة التونسية بحضور أحزاب ومؤسسات عربية ودولية ورقة للدكتور عمر نشابي حول مقاضات إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة في مطلع 2015 من العام الماضي سك يؤكد أن فلسطين دولة كامل عدوية وبالتالي هذا أتاح لفلسطين أن تكون عضو في الجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية عندما أصبحت عضو في هذه الجمعية العمومية هناك نظام روما يسمى نظام روما وهو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهذا النظام الآن يتيح للمدعية العامة بفتح تحقيق أما الجرائم التي تلاحقها هذه المحكمة فتندرج تحت أربعة عنوين هي جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب وجريمة العدوان وتلاحق المحكمة الأفراد وليس المجموعات أو الدول مما قد يمنع من التغطية على هذه الجرائم ليبقى أن المحاكمة تشمل الجرائم منذ تاريخ دخول فلسطين مصف أندية دول الأمم المتحدة أي عام 2015 ولا تشتمل على أي فترة سابقة الجرائم الإسرائيلية مستمرة بشكل شبه يومي الحصار اللا إنساني والحواجز والجدار الفصل العنصري النظام روما يعتبر الأبرتايد أو الفصل العنصري هو جريمة من جرائم ضد الإنسانية وهنا لدينا قرار أصلا صادر عام 1993 عن محكمة العدد الدولية وبالتالي هذا سيسهل بالتعامل مع هذا الملف والانتقال فيه من التحقيق إلى الاتهام ومن ثم إلى المحاكمة الممارسات الإسرائيلية أعتقد المدونة والموثقة يمكن أن تشير وستشير بنظري إلى تجاوزات خطيرة وجرائم خطيرة ارتكبها الإسرائيل ويجب أن يلاحقوا بناء على موجبات القانون التولي إذن زمن دخول فلسطين إلى الأمم المتحدة غير زمني عدم الاعتراف بها لتبقى الضمانة الوحيدة الفصل السابع الذي يتيح للفلسطينيين المقاومة والدفاع عن النفس الممثلة السورية سوزان نجم الدين أعلنت موقفها السياسي منذ بداية الحرب السورية دفعت الثمن ولكن تقرير شادي خليفي ما بندم على أي موقف أخذته ما بندم على أي كلمة إلتا ما بندم على أي حزن حزنته أو فرح فرحته أو جملة إلتا أبدا أنا بالأخير كنت عم دافع عن وطني عن بلدي ما دافعت عن أشخاص دافعت عن وطن والإنسان بلا وطن بيكون بلا كرامة دفعت ثمن كبير بس معلش أنا بآمن أنه إنسان موقف والإنسان بلا موقفه بلا كرامة أو بلا ما يكون واضح بينقص كتير من قيمته ومن كرامته ومن وجوده بالمجتمع ومن تفاعله بهذا المجتمع فأنا الأشياء عندي ما بتتجزع بس لتوضيح لما تقولي أنا دفعت عن وطن مش عن أشخاص يعني بفهم أنه سوزان نجم الدين انتمائي لسوريا مش النظام هيدا المقصود انتمائي الأكبر والأوحد لسوريا سوريا الوطن سوريا الوطن كيف نقدر نحافظ عليها سوريا الوطن كيف نقدر ما نقصمة كيف نقدر نحافظ على لحمة الشعب على لحمة الناس على محبتهم على كيف نقدر ما نخلي السياسة تجي تفرقنا ما نخلي لبدو يعمل طائفية بالنص يجي يعملها للأسف كل هالشي صار للأسف الشديد لأنه اللعبة أكبر مننا بكتير ما بدنا نحكي بالسياسة هلأ بس اللعبة أكبر مننا نحن العرب وأكبر من سوريا وكل بلد اختاروله سبب لي يدخلوا ويعملوا الفتنة فيه أكيد الجرح الأكبر عائلتي بسبب اللي صار بسبب حرماني منهم بسبب بعدهم عني بسبب أنا عم وضح لأنه ولادك اختاروا أو هن عايشين مع ولدهم بأمريكا وأنت ما قدرت عدت حوالي ستة شهور وما قدرت تكفي حياتك بأمريكا هالشي سبب أنه تكون في بعض عائلة أكيد يعني هو كان الانفصال بلش مع الأزمة يعني كان فيه أسباب سياسية إلى حد ما أكيد أكبر أكبر تمان دفعته هو بعدي عن ولادي وبعدي عن عيلتي وانفصالي عن زوجي والاستقرار اللي كنت عايشي فيه راح حسي أول ثلاث سنين عشتهم كتير صعبين كتير أهر وعذاب وبكية وقصص أخد قرار أنه لا ارمي الشي اللي صار ورا ظهري وبلش حياة جديدة ابني سوزان جديدة ارجع ارجع لأنه بلدنا بحاجة للناجحين وليس للفاشلين بحاجة للأحياء وليس للأموات قاتل والدم عم نشوفه ولكن أين الصورة الأخرى ما حدا عم يصدرها أنا قررت أني صدرها حتى لو اتهمني البعض أنه ايه والله مبسوطة على حساب الشعب لا أنا فنانة وأنا هاي رسالة واجبي أني أقدمها لأنه الرسالة الأخرى في كتير ناس عم بيأدموها وعم بيشوهوها في بعلبك شهد حي الشراوينة اشتباكات وأطلق نار بكثافة بين شبان من الجعفر على خلفية اتهامات متبادلة أدت إلى مدهمة الجيش اللبناني للمحلة وقد أفادت معلومات عن إصابة شخص من الجعفر إصابة طفيفة نتيجة الاشتباكات صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير أعلنت قيادة الجيش أن الطيران المروحي وراجمات الصواريخ التابعة للجيش اللبناني قد استهدفت مساء السبت مقرا قياديا للمجموعة المسلحة في وادي العويني عرسال ما أسفر عن تدمير المقرب الكامل إضافة إلى مستودع ذخائر وآليات وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم في معراب استقبل رئيس حزب القوات سمير جعجع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بحضور النائبين ستريدا جعجع وفادي كرم وقد تطرق المجتمعون إلى الملفات السياسية العامة في لبنان لسيما جلسة اللجان المشتركة والخطوات الواجب القيام بها لإقرار قانون انتخابات نيابية جديد بأسرع وقت باعتباره المدخل لاستقامة الحياة السياسية كما كان عرض لشؤون منطقة الكورة إلى مثواه الأخير في جبانة الشهداء في مسجد الخاشقجي شيع ظهر الأحد زياد صالح المشنوق شقيق وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في مأتم مهيب وبعد مواراته الثرى تقبل الوزير المشنوق التعاذي بشقيقه محاطا بمفتي الجمهورية لبنانية الشيخ عبداللاطيف داريان ووزير البيئة محمد المشنوق وكان من أبرز المشاركين في موكب التشريع ممثل الرئيس نبيه بري النائب علي بزي وممثل الرئيس تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إضافة إلى الرئيس فؤاد السنيورة ووزير المال علي حسن خليل إضافة إلى حجر من النواب ووفد من قيادة قوى الأمن الداخلي برئاسة المدير العام اللواء إبراهيم بصبوص ووفد من الأمن العام برئاسة المدير العام اللواء عباس إبراهيم هذا وكان قد حضر الرئيس سعد الحرير إلى دارة المشنوق في قريط معزيا كما حضر وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل على الرغم من عدم موافقة الأطباء بسبب وضعه الصحي الحرج نقلت قوى الأمن الداخلي النائب السابق حسن يعقوب من مستشفى قلب يسوع إلى العناية الفائقة المشددة في مستشفى آخر بذريعة عدم توفر نقطة حراسة وفي هذا السياق أكدت عائلة يعقوب أن هذا الأمر يراكم المظلومية عليها ما يزيد من عزيمتها وثباتها لافتدا إلى أنها بانتظار قرار قاضي التحقيق في بعبدة يوم الثلاثاء حول إخلاء السبيل الذي تقدم به الفريق القانوني وأعلنت عن حراك نسائي في الشارع يوم الأربعاء ستكون له تداعيات خطرة وفاضحة ردا على ما ورد في تقرير الجديد حول ورود اسمي ميسر سكر في وثائق باناما وتعمده إخفاء اسمه من السجلات التجارية البانامية رد الأخير بالقول أن المعلومات التي وردت في التقرير تتضمن مغالطات وقد تؤدي إلى استنتاجات خاطئة مضيفا أنه كما سبق وتفضل به العديد من الشخصيات والقانونيين والخبراء فإن امتلاك شركات أوفشور أمر قانوني وعادي وترعه القوانين في مختلف البلدان وبما فيها لبنان معتبرا أن أي محاولة لزجسمه في أي موضوع يتعلق بأعمال غير قانونية من إخفاء أموال وغيرها هو بحث افتراءات وأمر مرفوض جملة وتفصيلا حزب الانتماء اللبناني طالب حزب الله بالخروج من سوريا نظم حزب الانتماء اللبناني تظاهرة في ساحة الشهداء مطالبنا حزب الله الخروج من القتال في سوريا وتسأل الحزب هل القتال في البوسنة هو من باب تحصيل لبنان من الإرهاب ورأفة بما تبقى من اسم هذا الوطن الحبيب لبنان نحن اليوم وبعد مرور السنوات الخمس نجدد دعوتنا لجميع الشباب في حزب الله إلى العودة إلى أحضان الوطن الأم وليعلموا جميعا أن طريق الجنة ليست من دمشق وأكد حزب الانتماء اللبناني أن حماية لبنان من الإرهاب هو اختصاص الجيش والقوى الأمنية في البلاد لا لأي طرف حزبي آخر إطلاق الحملة الترويجية لمعرض إعادة أعمار سوريا 2016 رعى وزير الصناعة حسين الحاج حسن حفل إطلاق الحملة الترويجية لمعرض إعادة إعمار سوريا 2016 الذي سيقام على أرض مدينة المعارض في دمشق بين السابع والحدي عشر من ألول المقبل برعاية وزارة الأشغال العامة السورية وذلك بدعوة من مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض ولكن عندما يأتي أوان الإعمار الشامل والمتكامل في سوريا ويأتي أوان عودة اللاجئين والمهجرين إلى قراءهم ومدنهم ستجد سوريا أصدقائها معها ما تولي الوزارة الاهتمام المميز والمتابعة الجدية لكل ملفات التعاون الدولي والإقليمي التي تخدم قطاع الأشغال العامة سوريا بريا تتمتع الآن بإغلاق كامل لحدودها بسبب الإرهاب عدى لبنان فلحنا الآن أمام البحر وأمام لبنان هل ستستغل الصناعة اللبنانية والتجارة اللبنانية هذه الميزة لبلد وفق التقديرات الأمريكية الشهر الماضي بـ 1300 مليار دولار حد أدنى إعادة عمار؟ يذكروا أن المعرض متخصص بالبناء على أنواعه وبالبيئة والتعليم والزراعة والاتصالات والمعلوماتية والسياحة والمواد الغذائية بعد الفاصل أمير المصالحة أهلا من جديد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إلقاء القبض على المطلوب عقاب العتيبي لتورطه في جريمة تفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة بعسير وذكرت عبر حسابها على تويتر أن المطلوبة مرتبط بجريمة إطلاق النار بقرية الدالوة وبالأنشطة الإرهابية لخلية ضرماء وفي جريمة قتل العميد كتاب الحمادي قتل شخص وجرح ثلاثة عشر آخرون من بينهم تسعة شرطيين في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مركز الشرطة الرئيس في مدينة غازي عنتاب التركية الواقع جنوبي تركيا على بعد عشرة كيلومترات من الحدود مع السورية ولفتت وسائل أعلام تركية إلى أن الانفجار الذي استهدف مركزا للشرطة التركية ناجم عن سيارة ملغومة كما أصيب عشرة جنود أتراك في انفجار استهدف ديار بكر من جهة أخرى قالت جماعة سقور حرية كردستان المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور إنها نفذت التفجير الانتحارية بمدينة بورصة في شمال غربي تركيا الأسبوع الماضي وقالت الجماعة في بيان بموقعها على الإنترنت إن واحدة من أعضائها نفذت الهجوم الذي أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص وأضف البيان أن الانتحارية فجرت حزامها الناسف قبل الوصول إلى هدفها المنشود فاز تحالف الإصلاحيين والمعتدلين المؤيدين للرئيس الإيراني حسن روحاني على المحافظين في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بحسب ما أفادت به وسائل أعلام إيرانية وأفادت النتائج جزئية التي نشرتها وسائل الأعلام بما فيها تلك القريبة من المحافظين بأن لائحة الأمل للإصلاحيين والمعتدلين حصدت ثلاثة وثلاثين مقعدا على الأقل من أصل ثمان وستين مقعدا جرت تنافس عليها في الجولة الثانية للانتخابات وذكرت وكالة أنباء فارس القريبة من المحافظين أن الإصلاحيين والمعتدلين حصلوا على ثلاثة وثلاثين مقعدا على الأقل مقابل واحد وعشرين للمحافظين فيما أعلن موقع تسنيم الإلكتروني القريب من المحافظين أن تحالف الإصلاحيين والمعتدلين حصد خمسة وثلاثين مقعدا الكويت تنجح بإنقاذ مفاوضات السلام في اليمن برعاية أممية والأطراف المتحاربة تصف الأجواء بالإيجابية نجح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في إنقاذ مفاوضات السلام اليمنية من الانهيار بعد عشرة أيام على انطلاقها برعاية أممية وكان الأمير قد استقبل وفود المتفاوضين كلا على حدة فالتقى في حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد ثم وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي ثم رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام وياسر العواضي رئيس وفد الرئيس السابق علي صالح وقد أشهدت الأطراف اليمنية بلقاءاتها مع الأمير ووصفتها بأنها إيجابية ووصف العواضي اللقاء مع أمير الكويت بأنه مثمر فيما نشر محمد عبد السلام بيانا على تويتر جاء فيه سمعنا من أمير دولة الكويت التطمينات اللازمة والواضحة فيما يخص دعم مسار العملية السياسية للوصول إلى حل باعتبار أن المرحلة تتطلب من الجميع دعم مسار السلام وأن الحرب لا يمكن إلا أن تؤدي إلى مزيد من إهراق الدماء وأكد العواضي استمرار المشاورات للدخول في صلب العمل السياسي من جهة أخرى وافق وفد الحوثيين على جدول الأعمال الذي أعدته الأمم المتحدة ويتضمن انسحاب الميليشيات وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ووضع الترتيبات الأمنية وإطلاق المعتقالين واستئناف العملية السياسية معرض فني في لندن يحيي أعمالاً لفنانين لبنانيين من القرن العشرين ولوحة جبران تحطم أرقاماً قياسية بعد اختفائها أكثر من قرن ظهرت لوحة فنية للأديب جبران خليل جبران في دار بونهامز اللندنية القطعة النادرة هذه عنوانها بورتريل السيدة أليكساندر مورتن وقد عرضها جبران عام 14 في أول معرض له بنيويورك وستعاد اللوحة إلى لبنان بعدما اشترتها مؤسسة لبنانية أما السعر فقد كسر الأرقام الخاصة بمبيعات الفن الشرق أوسطي إذ بلغ نحو 273 ألف دولار نأمل أن نساهم في تصليف الضوء على الفن اللبناني ونقله إلى مرحلة جديدة على صعيد العالم وأن نبقي الحلم بلبنان الجميل حياً المعرض ضم مجموعة لوحات وأعمال فنية تحمل توقيع نخبة من الأسماء اللبنانية المعروفة كهذه اللوحة التي تصور مشهداً من الأشرفية للفنان داود كوروم وتلك لأي من بعلبك التي تصور مبنى السينما في وسط بيروت المعروف بالبيضة والشاهد على الحرب فوز صعب للعهد على شباب الساحل ولقب دوري ألفة بات محصوراً بينه وبين الصفاء المتصدر اشتدت المطاردة من جديد على صدار الدوري ألفة اللبناني لكورة القدم قبل جولتين فقط على انتهائه مع فوز العاد الصعب على ضيف شباب الساحل في ختم الجولة العشرين المباراة أجرت على أرض ملعب صيد البلدي ونقلتها قناة الجديد على الهواء مباشرة وسجل هدفها الوحيد البديل الشاب حسين حيدر وهو الهدف الثالث له هذا الموسم العهد رفع رصيده إلى 48 نقطة متأخراً بنقطة فقط عن الصفاء المتصدر علماً أن الصراع على اللقب انحصر بينهما من جهة ثانية باتت بتقاطى الهبوط إلى الدرجة الثانية محصورة بين السلام صغرطة والغازية والحكمة بعد فوز ترابوس على السلام بأربعة أهداف هدفين وتعادل الحكمة مع الغازية سلباً وفي الجنباز نظمت وحدة العنشطة الرياضية في وزارة التربية مباريات في اللعبة لتلامذة المدارس في نادي جيمبو لألعاب الجنباز وقدم التلامذة عروضة مميزة أبهرة الحضور المؤلف من ممثلين عن المدارس والأهالي وفي الختام تم توزيع الميداليات والجوائز على الفائزين كان في النشر جملات يعيدوا بالتغيير ويتضامنوا مع حلب العمال يعيدون بالأحمر وغريب ينطلق من ملعبه إنما قبل الأول من أيار عام 2016 لن يكون كما بعده دعوات الفصحى الشرقي لقيامة الرئيس حان الوقت لكي يرجع المسؤولون إلى ضمائرهم وأيضا كان في النشر الحرب السورية قضت على زواجها انفصال بلش مع الأزمة يعني مشاهدين هذا كان كل شيء في نشرتنا بطبيعة الحال تحتجي بالصحف اليوم بمناسبة عيد العمال وأيضا عيد الفصح لدى التواقف المساحية التي تتبع التقويم الشرقي كل عام وأنتم بخير وإلى لقاء عند العاشرة والنصف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر